بداية مشاهدين عنوين هذا الأسبوع موقع صحيفة 14 أكتوبر ونطالع فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل سفر الاتحاد الأوروبي الإرياني يطالب بموقف دوليا واضح من ممارسات ميليشيات الحوثي التخريبية لجهود التهديئة وزير النفط يتفقد مصنع الريادة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ميليشيات الحوثي ترتكب 211 خرقا للهدنة الأممية خلال 48 ساعة ترجمة نانسي قنقر